ميشا مصال خير مصال خير ميشا أنيني فاضي أمر أو حقيقة أمر أو حقيقة حقيقة واذا قلت أمر أنا؟ أنا بأخذ الحقيقة لكن أريدك مني سؤال مفضل تتقبل السؤال جريء مستعد جاوي جواب صريح مية بالمية عايش حالة حب كثير قوية ميشا سأعلي قليل السؤال سيكون أجرأ قليل أكثر مفضل ماذا اسمه؟ هو يعرف حاله ماذا اسمه؟ لماذا لا يمكنك أن تقولي اسمه؟ لأنه هو شخص متزوج لذلك حالياً سرية مفضل يعني اليوم ميشا جاي تبادر وتطلب إيد رجل متزوج وقل له أنه أنا بحبك ومغرومة فيك وأنا مستعدة إذا قلبك بساع شخصين تكون أنا الشخص الثاني وبقول له زوجته ما ترفض لأنه أنا ما عندي مشكلة أنه أنا شركة فيه وبتأمل منه هي تشاركني فيه كمان بس هو متزوج عم بتقولي لي حتى لو يعني عم بتقولي أنه يطلق مرتك رمال يتجوزك لا ما ضروري كيف ممكن يتزوج اثنين؟ عند الإسلم فيه يتجوزوا أربعة اكتشفت شغلي عن هذا الرجل أنه هو مسلم نعم ومنفتح حبيبته مسيحية أنت جريئة قلت لي كثير جريئة شو اللي لقي الزوج هذا الرجل عند عشيقته كان عم بفقده ببنزله إذا بتقبل هيدا السؤال أكيد لأ الحب لأ الاهتمام لأ الحنام تقبل كلمة عشيقة؟ يعني هي تقيلة بس أنه بحالتنا هلا بدأ بقى فيها إيه؟ بس أنت مش بسقافتك أنك تقبل تكوني زوجة تانية أنت مش بسقافتك مش بسقافتك بس إذا أنا ما كنت أنا بدأ تكون حداً تانية في أشياء ممكن يحكي فيها مع عشيقته ما يقدر يحكي مع مرته مثل شو؟ في كتير موضع ممكن يحكي هوية مثل شو؟ بالاشتياق بالعلاقة الجنسية شو بقلك عن زوجته؟ باردة منا منثقفة جنسياً جنسياً لما الرجل يحكي عن زوجته هيدا الشيء بيرضي غرور ميشا؟ أو بيحط لعلمات استفاني؟ لا بيرضي غروره طبعاً بيرضي غروره بس أكيد يعني بالاشياء المكارنة بينها وبين بين الزوجات بتقارن حالك بينك وبينها؟ طبعاً أكيد لأنه لما بتحب شخص بس بتذكر أنت تكون الأفضل لما بتقارن بينك وبين مين بفوز؟ أكيد أنا بفوز هو يكسب الحب طبعي أنا كسبت قلبه لإله عيد الحب مع مين؟ هو معي أنا معي أنا شو ببرر غيابه عن زوجته؟ شغل هو بالشغل عيد الأطحى مع مين؟ أنا بفضل أول يوم يكون مع عائلته والثاني أنا ما عندي مشكلة نكون معه أنا ما برضى أنه ياخد الوقت وقت أولاده يعني أنت بالمرتبة الثانية؟ ما عندي مشكل بس مهم فيه مرتبة بحياته شو اسمه؟ ما رح قللك اسمه قلكن قدي سوا؟ سنة علاقة سردية من سنة ميشا بشكل عام هي إمرأة تبادر؟ أو فقط مع هيدا الرجل لأنه علاقة محرمة وعلاقة سرية بدأ تبادر وبدأت تحكي بالقصة؟ أنا كل حياتي ببادر بكل حياتي بدرت وإجياني رفض 80% بحياتي بس بعدني ببادر وما بنضم قبل بحياتي أنا بدرت وسألت صديق إذا بحبي يكون الرجل طبعي رفض طبعا لأنه هو بالنسبة لقاله كان يعتبرني صديقة أخت أنت مثل أختي لما رجل يقول لأمرأة أنت مثل أختي بس بعدين إذا عندها ثقة بنفسها كبيرة بترجع بتوقف كيف ترجع بترمم بترمم أنوستها يلي كسر ليها رجل قال لأ أنت مثل أختي مع الوقت تترمم تترمم لما بتدخل بعلاقة مع رجل متزوج إذا تثبت أنوستها تجاه أمرأة أولى لا مش ضروري عم بيحترك هلأ شو بتقليده أنا بحبك وبعشقك وبتمنى منك يكون في محل تاني بقلبك لمرة تاني بتمنى أنا أكون هيدا الإنسانة أحب يكفي حياتي معك وتزوجك وإذا مرتك عم تسمعني كمان بقال لأ أنا جاهزة شاركك جوزك وبفضل إنك وبتأمل إنك ما تقولي لا لأنه إذا ما كنت أنا رح تكون واحدة تانية إذا رفض ما رح يرفض هالمرة أنا أكيد تسعين بالمية إنه ما رح يرفض شو على شو مستندلة تقولي هالمرة ما رح يرفض مستندعة على حبه لأله يمكن إشارات عم تفهميها أنت غلط ما بظن يمكن فقط عزاً على التعبير لكن فقط علاقة عابرة أو علاقة بدأ تقطع بحياته كمير علاقة التوازن مع مرته تشوف المرأة بتعرف تختبر الرجل بتعرف قد تكون نزوة منا نزوة لما المرأة تختبر الرجل وتشوف إذا هو عن جد بحبه وبده إياها بس قبل اختبرت إشارات الرجل وطلعت اختبرتهم بطريقة كانت سطحية لأن لكن يمكن المرأة تفهم الإشارات غلط لا أكيد لا بس بالموضع لما بيكون عمرك عشرين وبتصلك إشارة شيء ولما بيكون عمرك بالثلاثين وطالع تصلك إشارة شيء ثاني شكراً إليك شكراً لأله وشكراً لسئتك وبحيي جرأتك بغض النظر إذا بوافق أو بتعارض أو بعارض شكراً إليك شكراً إذا عجبكم الفيديو تغطوا لايك وشير ولما زيدنا الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبة الرسمية تيرن اون نوتيكيشنز لتعرفوا كل شي حصري بسرعة القناة تابعوني على كل منصات السوشال ميديا ترجمة نانسي قنقر